أشهد المستشار لدى منظمة الصحة العالمية سهيل العلويني بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا وفي تصريحات صحفية قال العلويني إن مصر منذ بداية الجائحة عالميا كانت تراقب الموقف مشيرا إلى أنه بمجرد وصول الفيروس لديها بدأت تتعامل معه بإجراءات احترازية سهمت بشكل كبير في تخفيف حدة الجائحة ونوها إلى أن مصر كانت من أول الدول العربية التي اتخذت الإجراءات التي ترحتها منظمة الصحة العالمية ونفذتها على أرض الواقع سواء الإجراءات الصحية والوقائية واللقاح وغيرها